جولة جديدة للمبعوث الأممي إلى اليمن في المنطقة بدأت بالكويت ومرت عبر الرياض ومقرر لها أن تنتهي في مسقط قبل أن يتوجه إلى نيويورك لتقديم إحاطة لمجلس الأمن بأهم التطورات هذه المرة لا يراهن إسماعيل ود الشيخ على الإجماع الإقليمي والدولي حول دوره فحسب بل أيضا على مبادرة ما فاتئة يجري عليها التعديلات لتخلصها من البنود الكارتية التي أملاها وزير الخارجية الأمريكية السابق جون كيري أحدث التعديلات في المبادرة التي تسربت للإعلام تفيد بأن التسوية المقبلة لن تمس منصب رئيس الجمهورية وصلاحياته حتى انتخاب رئيس جديد لكنها سوف تلغي منصب نائب الرئيس الذي يشغاله حاليا الفريق الركن علي محسن صالح أحد الأطراف المهمة التي استهدفها انقلاب الحوثيين صالح على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر 2014 سيجري وفقا للتعديلات الجديدة في مبادرة المبعوث الأممي تشكيل حكومة وحدة وطنية يرأسها رئيس وزراء توافقي بصلاحيات كاملة لم يعرف بعد حدود وحجم المشاركة فيها من جانب الانقلابيين تعهد إلى هذه الحكومة مهمة الإعداد الانتخابات الرئاسية وإلغاء كافة التعينات الأمنية والعسكرية التي استحدثت منذ اقتحام صنعة كما سيجري تسليم أسلحة الحوثيين إلى الوحدات العسكرية المرابطة في حضر موت بعد أن تتمركز في صنعة التعديلات الجديدة ستشكل آلية لتنفيذ القرار 2216 الصادر عن مجلس الأمن بكامل بنوده لكنها أيضا ستخضع للحوار المباشر بين الحكومة والمتمردين في جولة مشاورات لم يحدد بعد موعدها ولا مكانها أولويات المبعوث الأممي تتركز حاليا حول جمع فريق التهدئة في ظهران الجنوب السعودية للإشراف على هدنة تسمح بعقد جولة جديدة للتشاور حول التعديلات التي طرأت في خطته لحل الأزمة أمر يفسره وجود شخصيات محسوبة على الإنقلابيين في الرياض لتحقيق هذا الهدف على ما يبدو رغم التصريحات التي تصدر عنهم في صنعاء وتحاول تسويق مواقف واشتراطات لا تدعمها النتائج الميدانية للحرب